تحذيرات من العاملين بالقطاع الصحي في ليبيا من اتجاه وضع وباء كورونا في البلاد إلى الأسوأ في ظل ارتفاع عدد الإصابات والعجز الحاد في توفير التجهيزات وكميات المواد المطلوبة الخاصة بالوكسجين لتلبية احتياجات مراكز العزل التي تتعامل مع الحالات المتقدمة والحرجة وثبتت الإصابة بالفيروس في ليبيا عند معدلات مرتفعة إذ تسجل المختبرات المرجعية يوميا أكثر من ألفي حالة على الأقل بالإضافة إلى عشرات الوفيات وبحسب مصادر طبية فإن نسبة كبيرة من الليبيين لا تتقيد بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا على الرغم من إعلان السلطات الصحية في البلاد ارتفاعا في معدلات تفشيه محليا وتعاملت الحكومة بحزم مع تزايد عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الماضية في مدن غرب ليبيا وجنوبها وعززت تدابير الوقاية عبر فرض حظر تجول ليلي لمدة أسبوعين في بلديات المنطقة الوسطى وترابلس الكبرى وذلك بعد أيام من قرارها إغلاق مجالها الجوي والبري مع تونس تخوفا من السلالة المتحورة دلتا وتتابع أجهزة الشرطة في ترابلس عملية التزام المواطنين وسائق السيارات بتطبيق قرار الحظر الجزئي في العاصمة ودعت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد لتبيب المواطنين للتوجه إلى مراكز التطعيم بعد أن تسلمت نحو مليوني جرعة من لقاح ساينوفارم الصيني